بسم الله الرحمن الرحيم الأصل فيها حديث آنس أن الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على أبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قولوا رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع وهذا الذي ذكره المسنف رحمه الله حكى بعض أهل العلم الاتفاق عليه وأن الزكاة لا تجب في كل ما إنما تجب في أموال محددة جاء بيانها والنص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده وفي قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان السنة أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأما السنة فالسنة جاءت ببيان الأنصبة ببيان الأنصبة في أموال محددة وما يجب فيها بيانا كزكاة بهيمة الأنعام وكزكاة الحبوب والثمار وكزكاة النقدين فيقتصر فيما تجب فيه الزكاة على ما جاء به النص كما أنه جاء في السنة نفي الزكاة عن جملة من الأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فاجعلوا ذلك أصلا في نفي الصدقة عن كل ما يكون مملوكا ومنتفعا به على وجه الاستعمال لا على وجه أنما فقوله رحمه الله تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع هذا من تسهيل الشارع على الخلق حيث أوجبها في هذه الأموال فلا يجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الناس وحاجاتهم كالمنازل والعقار الذي يحتاجون إليه ولا في الأواني ولا في الفرش ولا في اللباس وكل هذه من المال لكنها خارجة بالإجماع فإنه لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب في أصناف محددة بيّنها الشارع وقد عدها العلماء رحمه الله عدا ذكر المسنف رحمه الله أن الماء الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال فقال رحمه الله إلا في أربعة أنواع الدليل على هذا الحصر الاستقراء دليل على هذا العدد الاستقراء وتقدم معنا الاستقراء أكثر من مرة وهو تتبع النصوص الواردة في المسألة واستخلاص الحكم منها فقوله إلا في أربعة أنواع هذا بيان لما تجب فيه الزكاة بالاستقراء ثم عد هذه الأموال طبعا ما ذكره هو الذي عليه كثير من الفقهاء وقال بعضهم إنها تجب في خمسة أنواع من المال وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عد المصنف هذه الأموال إجمالا في مقدمة كلامه وحديثه عن أحكام الزكاة فقال الأول السائمة من بهمة الأنعم السائمة من بهمة الأنعم السائمة أي التي ترعى لا تجب فيها الزكاة ولا كلفة في القيام بها ولا عنا فهذه فيها الزكاة وهذا من تخفيف الشارع فالسائمة هي التي ترعى المباح جميع الحول أو أكثره هذا تعريف السائمة التي ترعى المباح أو أكثره فإذا كان صاحبها يعرفها فإنها لا تجب فيها الزكاة وعلى هذا تكون المواشي بهمة الأنعم تكون بهمة الأنعم على قسمين من حيث وجوب الزكاة القسم الأول ما لا تجب فيه الزكاة وهو ما فيه كلفة ما فيه كلفة على مالكه من علف وسقي ورعاية فهذا لا زكاة فيه لأن النصوص الواردة كما سيأتي بعد قليل إنما أوجبت الزكاة في السائمة القسم الثاني السائمة وهي التي لا كلفة على صاحبها في امساكها فهي ترعى الحول أو أكثره ترعى المباح فلا كلفة فيه في القيام بها وهذه تجب فيها الزكاة كما سيأتي وهو محل اتفاق بل قال بعض أهل العلم أنكر وجوب الزكاة في السائمة يستتاب ذكر ذلك جماعة من أهل العلم وذلك لكون الإجماع منعاقد على وجوب الزكاة وهو ظاهر والذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه إنما منعوها في السائمة فقاتلهم وعدهم مرتدين لما امتنعوا من عداء ما وجب عليهم السائمة من بهيمة العلم بهيمة العلم ما هي الإبل والبقر والغنم فقط هذا هو المراد ببهيمة الأنعم وهو محل اتفاق فبهيمة الأنعم في كلام العرب لا تطلق إلا على هذه الأصناف الثلاثة على الإبل والبقر والغنم وهذا محل إجماع وعلى هذا فسائر أنواع البهائم التي يملكها الإنسان لا تجب فيها الزكاة وسيأتي بيان الشروط التي تشترط في زكاة بهيمة الأنعم النوع الثاني من الأموال الخارج من الأرض والمراد بالخارج من الأرض الحبوب والثمار وقد نص الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب فقال وآتوا حقه يوم حصاده والذي يحصد هو الزرع والذي يكون منه الحب ويلحق به الثمار فقد جاءت السنة ببيان الزكاة في الثمار كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق هنا كل ما يقاس معيار لقياس الحبوب والثمار من النبات الوسق يقع معيار لقياس قدر الحبوب والثمار قال رحمه الله الثالث من الأموال الأثمان والأثمان جمع ثمن والمراد بالثمن هنا ما يتخذ ثمانا وهو يطلق على الذهب والفضة ويسميه كثير من الفقهاء النقدين سمي كثير من الفقهاء الأثمان بالنقدين وقوله الأثمان أعم ليشمل النقدين ويشمل ما يقوم مقامهما مما اتخذه الناس ثمنا قال وعروض التجارة هذا القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع ما تجب فيه الزكاة من الأموال قوله وعروض التجارة العروض جمع عرض جمع عرض بتسكين الرأ وسميت عروض لأنها تعرض وإضافتها للتجارة وماذا بإضافة الموصوف إلى صفته فهذه العروض متجر بها متجر بها فهذا يشمل كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من أي نوع كان من أنواع المال سواء كان بهيمة عام كان ثمار وحبوب كان حياة متاع كان عقار كل ذلك يندرج في قوله وعروض التجارة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى والأدلة على وجوب الزكاة في هذه الأصناف المحنة إليه في أثناء الحديث وسيأتي مزيد بيان في موضع كل نوع من أنواع هذه الأموال المال الخامس الذي ذكره بعض الفقهاء المعدن وهما يستخرج من الأرض وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والما حيلي عنده الحديث على أنواع الزكاة وأحكامها أنواع المال الذي تجي فيه الزكاة وأحكامها نعم بدأ المسنف رحمه الله بالسائمة فبيّن الزكاة السائمة قائلا فأما السائمة فالأصل فيها حديث أرس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل فما دونها من الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتها لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زالت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم المصنف رحمه الله ابتدى أولا بزكاة السائمة والسبب في هذا أن الزكاة السائمة أكثر أنواع الأموال تفصيلا فيما يتعلق بالأنصبة وفيما يتعلق بالقدر الواجب في الأموال فبهمة الأنعام ثلاثة أصناف فعندنا ثلاثة أنصبة ثم إنها متفاوتة وليست على درجة واحدة ولذلك كان حديث أبي بكر في بيان ما يجب من الماء من الزكاة في بهمة الأنعام أطول ما يكون في ما يتعلق بزكاة بهمة الأنعام ثم ذكر زكاة النقدين الذهب والفضة وأيضا أن بهمة الأنعام كانت في الزمن السابق أنفسها كانت أنفسها أموال العرب وبالتالي يحتاج إلى بيانها وتقديمها طبعا في زمن المعاصر بهمة الأنعام هي نوع من الأموال لكنها ليست هي أهم تجارات الناس ولا أوسع تجارات الناس فالأموال تنوعت وتفننت وكثرت واختلفت وأصبح ما يتعلق ببهمة الأنعام جزء أو صنف من الأموال لكنه ليس أنفسها ولا أهمها طيب يقول رحمه الله فأما السائمة السائمة قلنا في تعريفها هي التي ترعى الحول أو أكثره فالأصل فيها معنى الأصل الدليل قوله فالأصل فيها يعني الدليل والأصل يطلق في كلام العلماء ويراد به الدليل ويراد به الحكم القاعدة المستمرة ويراد به الأمر المستصحب ويراد به الراجح فقوله هنا والأصل فالأصل فيها يعني الدليل الذي يرجع إليه في تفاصيل أحكام السائمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله وجاء بتفصيلها ابتداء بذكر أسنان الإبل والقدر الواجب في أعدادها قال رحمه الله فيما نقله من حديث أنس قال أبا بكر رضي الله عنه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات فمن كان عنده دون الأربع وعشرين فما دون من الإبل يجب شات في كل خمس ففي الخمس شات وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر وفي العشرين أربع وشياء طيب وقوله بعد ذلك والشات هي ما تأسر من الغنم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة عليها جذعة أو أكبر أو أصغر فيصدق فيما يجب أو يتحقق الواجب فيما يخرجه في زكاة بهمة الأنعام من الإبل شات كيفما كانت تعالى أن تكون من أوسط المال لا من أرداه ولا من أحسنه فإذا بلغت خمسا وعشرين هذا مبدأ النصاب فيما يتعلق بوجوب الزكاة زكاة الإبل من الإبل فمبدأ النصاب إجمالا خمس لكن واجه فيه شات ثم مبدأ الزكاة فيما يتعلق بوجوب الزكاة من الإبل خمس وعشرون يقول رحمه الله فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاب فيها بنت مخاب أي الواجب فيها بنت مخاب وهي بكرة لها سنة وسميت بنت مخاب لأن أمها في غالب الحال تكون قد مخبت أي حملت لكن ليس شرطا أي حمل جديد طبعا وقول بنت مخاب يعني تأهلت الحمل ولا يجب أن تكون قد حملت بل الشرط أن تبلغ سنة إذن قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله أبي بكر في بيان ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاب بنت المخاب كم؟ بكرة لها كم؟ بكرة لها سنة فإن لم تكن إذا ما وجد بنت مخاب فابن لبون ذكر أي من عدم بنت المخاب جاز له أن يخرج أن يدفع ابن لبون ذكر وما هو ابن لبون؟ ابن لبون ما له سنتان من الإبل فهنا جبر نقص الوصفي بكون الواجب أنثى بزيادة العم السن في الذكر هذا جبر للنقص الحاصل لأن بنت المخاب أطيب من ابن المخاب أطيب من ابن المخاب فلما تعذرت بنت المخاب أتى بأي وظهم من الذكور لكنه أعلى سنة وهو ابن لبون قال فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى وقول بنت لبون أنثى أنثى للتأكيد ولا بنت لبون واضح أنها أنثى لكن قوله أنثى لتأكيد الوصف أن المطلوب هو هذا الجنس المطلوب هو هذا الوصف في هذا الجنس وهو أن يكون أنثى وبنت اللبون بكره لها سنتان وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت وصارت ذات لبن لكن هذا كما تقدم في بنت المخاب ليس شرطا والمقصود أن تبلغ كم؟ أن تبلغ سنتين أن تبلغ سنتين بنت اللبون قال فإذا بلغت ستة وثلاثين فإذا بلغت ستة واربعين إلى ستين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ففيها حقة طروقة الجمل أي الواجف فيها بكرة لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن استحقت أن يحمل عليها فلذلك سموها حقة وأن يطرقها الجمل يعني تصلح للقاح قوله فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهذا أعلى السن الواجب في الزكاة زكاة الإبل أعلى سن الجذعة ففيها جذعة والجذعة هي بكرة لها أربع سنين وهي ما أسقطت أسنان اللبن وظهر لها غيرها أسنان ما بعد اللبن فإذا بلغت ستة وسبعين الآن خمس وسبعين هو أعلى الذروة فيما يجب من أسنان الإبل فالواجب عندنا بنت مخاض وبنت لبون وحقة وطرقة ولاحظ أن حقة وجذعة ولاحظ أن الجميع الواجب في الجميع إناث وإنما جاء البدل فيه فقط في واحد وهو في بنت اللبون في بنت المخاض إذا فقدت أو لم توجد فيجب ابن لبون ذكر وإلا في الأصل المطلوب بنت المطلوب وإناث في الزكاة ولأنها أطيب وأرغب وهي التي يراد بها الدر والنسل فلذلك كانت مقدمة قال فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فيها بكرتان لهما سنتان فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل بكرتان لهما ثلاث سنين فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه في كل في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ففي مئة وخمسين في مئة وخمسين كم ثلاث حقاق أو أو أربع بنات لبون ها مو بأربع ما تجي هنا في مئة وستين في مئة وستين طيب وفي مئة وسبعين إما ثلاث حقاق وإما أربع بنات لبون ليش في كل في كل خمسين حقاق وفي كل أربعين بنت لبون فمئة وسبعين كم فيها لا 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 يمكن تحلها بهذه الطريقة لكن يعني ثلاث بنات لبون مئة وعشرين ويبقى خمسون حقه لكن لو أخرج أربع بنات لبون ما يصلح أربع بنات لبون ما يصلح لأنه يمكن أن يخرج حقه في مئة وثمانين صحيح حقه تال بنت خمسون خمسون هذا حقه وحقه وأربعون وأربعون بنت لبون ولم جر هكذا على هذا النسق فنتقسمها بحيث أن تستوي كل خمسين فيها حقه وكل أربعين فيها بنت لبون وطبعا سيأتي يعني الأوقاص الوقص هو موجود على كل حال مثلا خمس مئة وخمس وسبعين هذه الخمسة تهمل ما ما ينظر إليها طيب سيأتي الإشارة وقد يأتي الإشارة إليه قال فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه طيب ثم قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إذا مبدأ نصاب الإبل خمس والواجب فيه شات يستمر الوجوب الشات إلى أربعين وعشرين فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنته مخاب إلا أن يشاء ربه يعني إذا شاء تصدق فجعل أول نصاب الإبل خمسة ولم يوجب فيها من جنسها لأنه يحتاج إليه ربه المال فلو أوجب فيها من جنسها لنقصت تلاحظون أنه بين الانتقال من خمس من شات إلى شاتين إلى ثلاث إلى أربع من بنت مخاض إلى بنت لبون من بنت لبون إلى حقه فيها عداد لا يجب فيها شيء هذا يسميها العلماء الوقص الوقص هو ما بين الفرضين هذا تعريف الوقص وليس فيه شيء وهو تبع للفرض الوقص هو ما بين الفرضين هذا تعريف ليس فيه شيء وهو تبع للفرض قبله ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقص الذي بين الفرضين شيئاً عفواً وترغيباً للملاك وشكراً لهم على وشكراً لهم على أداء الحق والوقص لا يوجد في شيء من الأموال الزكوية إلا في بهمة الألعاب فقط أما ما عداه فإنه لا وقص فيه لا